هل تبحث عن برامج قوية احترافية؟ ولكن بدون تكلفة اشتراك شهري في هذا الفيديو سأقدم لك أفضل البدائل لبرامج أدوبي التي ستشعرك وكأنك تستخدم نفس الأدوات مع إمكانيات مشابهة تماماً أدوبي فوتوشوب هو برنامج قوي واحترافي لتعديل الصور يستخدم على نطاق واسع من قبل المصممين والمصورين والفنانين حول العالم البرنامج الأول الذي سنتحدث عنه هو فوتوبيا إذا كنت لا ترغب في دفع اشتراك شهري لبرنامج فوتوشوب فإن فوتوبيا يعد بديلاً مثالياً هذا البرنامج المجاني يعمل عبر المتصفح مما يعني أنك لا تحتاج لتحميل أو تثبيت أي شيء على جهازك كل ما تحتاجه هو متصفح ويب ويمكنك البدء في تحرير الصور فوراً ما يميز فوتوبيا هو واجهته المألوفة التي تشبه فوتوشوب تماماً إذا كنت قد استخدمت فوتوشوب من قبل فلن تجد صعوبة في التكيف مع فوتوبيا لأنه يحتوي على نفس الأدوات التي تستخدمها عادة مثل الطبقات الأدوات المتقدمة مثل الفرش، الفلاتر، وأدوات التحديد من أبرز مميزات فوتوبيا أنه يدعم فتح وحفظ ملفات PSD ملفات فوتوشوب وهذا يعني أنك يمكن أن تفتح مشاريع فوتوشوب الحالية وتعمل عليها دون الحاجة إلى تحويلها إلى صيغ أخرى بالإضافة إلى ذلك يدعم فوتوبيا الكثير من صيغ الملفات الأخرى مثل PNJ، JPEJ، JIFJ وأكثر برنامج تحرير صور مفتوح المصدر GameApp GNU Image Manipulation Program هو برنامج مجاني وقوي لتحرير الصور يوفر أدوات مشابهة لتلك الموجودة في فوتوشوب ميزات متعددة يتيح لك GameApp تعديل الصور وإنشاء الرسومات وتصميم الجرافيك وغير ذلك الكثير سهولة الاستخدام على الرغم من قوة البرنامج إلا أنه يوفر واجهة مستخدم بديهية وسهلة التعلم خاصة للمبتدئين مجاني GameApp متاح للتنزيل مجاناً مما يجعله خياراً جذاباً للمستخدمين الذين لا يرغبون في دفع تكاليف اشتراك فوتوشوب مفتوح المصدر برنامج أدوبي بريمير برو هو واحد من أعرق وأقوى برامج المنتاج في العالم ويتميز بقدرته الهائلة على التعامل مع المشاريع الضخمة بكفاءة عالية يستخدم بشكل واسع في صناعة السينما والتلفزيون ويقدم أدوات متقدمة لتحرير الفيديو دمج المؤثرات تصحيح الألوان وتعديل الصوت بالإضافة إلى ذلك يتكامل بسلاسة مع برامج أدوبي الأخرى مثل أفر إكستريتس وفوتوشوب مما يجعله خيارا مفضلا للكثير من المحترفين ولكن نعم البديل الأساسي والأقوى منه بكثير النعم إنها الوحش دافينشي ريزولف لماذا دافينشي هو الوحش؟ دافينشي ريزولف ليس مجرد برنامج مونتاج عادي بل هو ستوديو متكامل لتحرير الفيديو يتميز بقدرات مذهلة تجعل حتى المحترفين يفضلونه أحيانا على بريمير برو فهو يجمع بين الأداء الفائق، الأدوات المتقدمة، وواجهة مستخدم منظمة إنه وحش في تصحيح الألوان أدوبي أفتر إيفكتس أدوبي أفتر إيفكتس هو برنامج متخصص في إنشاء الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ويستخدم بشكل شائع في صناعة الأفلام الفيديوهات والتصميم الجرافيكي مميزات أفتر إيفكتس الأولى الرسوم المتحركة موشن جرافيكس إنشاء نصوص متحركة وشعارات احترافية المؤثرات البصرية فيجول إيفكتس إضافة تأثيرات مثل الإضاءة، النار، الدخان وغيرها التكامل مع منتجات أدوبي يعمل بسلاسة مع برامج مثل بريمير برو وفوتوشوب الرابع، الدعم الواسع للملحقات، بلغينز مكتب ضخم من الإضافات لتعزيز القدرات الواجهة الخامسة، أدوات متقدمة لتحرير الطبقات والرسوم بديل أفتر إيفكتس، بلندر، بلندر بلندر هو برنامج مفتوح المصدر ومجانب الكامل ويشتهر بتقديم أدوات احترافية لصناعة الرسوم ثلاثية الأبعاد ولكن يمكن استخدامه كبديل لأفتر إيفكتس في بعض المهام مميزات بلندر الأولى، مفتوح المصدر ومجاني، لا يحتاج إلى أي رسوم الإنشاء الثاني يقدم نظاماً متقدماً للمحاكاة مثل الدخان، السوائل والانفجارات الرابع، الرسوم المتحركة يدعم إنشاء رسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد متحركة الرابع، التعديل على الفيديو، فيديو إيديتينج يحتوي على محرر فيديو يمكن استخدامه للتأثيرات البسيطة الخامس، مجتمع كبير دعم من مجتمع قوي يوفر إضافات ودروس تعليمية برنامج أدوبي إلستريتور هو أحد برامج التصميم الشهيرة من شركة أدوبي يستخدم لتصميم الرسوميات المتاجهة Vector Graphics، مما يجعله مثالياً لإنشاء الشعارات الرسوم التوضيحية، الأيقونات، التصاميم الطباعية والرسوم التوضيحية التي يمكن تكبيرها أو تصغيرها دون فقدان الجودة أبرز مميزات إلستريتور الأولى، تصميم الرسوم المتاجهة الرسومات المتاجهة لا تفقد جودتها عند تغيير الحجم مما يجعلها مناسبة للطباعة على أي حجم المرحلة الثانية، أدوات رسم احترافية يحتوي على أدوات متقدمة مثل أداة القلم، Pen Tool، أداة الفرش، Brush Tool، وأدوات التعديل الهندسي التكامل مع برامج أدوبي الأخرى يتكامل بسهولة مع برامج مثل Photoshop، InDesign، وAfter Effects الرابع، دعم الطبقات Layers، تسهل عملية التنظيم والعمل على تصاميم معقدة الخامس، إمكانيات الطباعة يستخدم لتصميم المطبوعات عالية الجودة مثل الكتيبات والبطاقات الدعائية السادس، إمكانية التخصيص يسمح بتخصيص الواجهة وإضافة اختصارات مخصصة لتسهيل العمل أدوبي إن ديزاين هو برنامج تصميم ونشر مكتب DTP من تطوير شركة أدوبي، أدوبي ويستخدم بشكل أساسي لإنشاء وتنسيق المنشورات الرقمية والمطبوعة مثل المجلات، الكتيبات، الكتب، الصحف، النشرات، التقارير والملصقات يتميز البرنامج بواجهة مستخدم مرنة وأدوات متقدمة تسهل عملية التصميم أهم مميزات آدوبي إن ديزاين الأولى، التصميم التخطيطي الاحترافي يدعم تصميم الصفحات المعقدة التي تحتوي على نصوص، صور وجداول يوفر قوالب جاهزة يمكن تخصيصها حسب الحاجة التحكم المتقدم بالنصوص يسمح بتحكم دقيق بتنسيقات النصوص، الخطوط وتباعد الأحرف والأسطر يدعم اللغات المختلفة بما في ذلك العربية يدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار التكامل مع منتجات أدوبي الأخرى يتكامل بشكل سلس مع برامج مثل أدوبي، فوتوشوب، ويلستريتور لتحرير الصور والرسومات الرابعة، إدارة التصميمات متعددة الصفحات مثال لإنشاء مستندات متعددة الصفحات مثل الكتب والمجلات يوفر ميزة ماستر بيجز لتكرار عناصر التصميم بسهولة على الصفحات المختلفة الخامس، إخراج ملفات بجودة عالية يدعم تصدير الملفات بصيغ متعددة مثل PDF للطباعة أو النشر الإلكتروني يدعم صيغ إيبوب لإنشاء الكتب الإلكترونية السادس، أدوبي كانفا 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 هي منصة تصميم عبر الإنترنت مصممة للأشخاص الذين يحتاجون إلى إنشاء تصاميم جميلة وسريعة دون الحاجة إلى خبرة في التصميم تقدم واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على السحب والإفلات مع مكتبة ضخمة من القوالب الجاهزة التي تناسب احتياجات متعددة مثل تصميم منشورات السوشيال ميديا العروض التقديمية الشعارات الكتيبات والملصقات كانفا مثالية للمبتدئين حيث توفر أدوات بسيطة ومحتوى مرئي احترافي جاهز للتخصيص كما تتيح الوصول إلى الصور الأيقونات والخطوط بسهولة تدعم المنصة أيضا الفيديوهات التفاعلية وإنشاء التصاميم للطباعة أو النشر الرقمي سواء كنت صاحب عمل صغير أو هاوي تصميم كانفا توفر لك حلا عمليا وسريعا لإخراج أفكارك إلى الواقع في الختام إذا كنت تبحث عن بدائل لبرامج أدوبي أو أدوات تصميم مبتكرة هناك العديد من الخيارات التي تناسب مختلف الاحتياجات سواء كنت مبتدئا أو محترفا توفر هذه الأدوات ميزات قوية تسهل عليك إنشاء تصاميم جذابة واحترافية بسرعة تأكد من اختيار الأدات التي تتناسب مع مستوى مهاراتك ونوعية المشاريع التي تعمل عليها وبما أننا تحدثنا عن الفوتوشوب ونفس الأدوات موجود في فوتوبيا فلذلك شاهد هذا الفيديو يعلمك كيف تقوم بتصميم صورة مصغرة كالمشاهير ترجمة نانسي قنقر